أهلا بحضراتكم من جديد شفتوا رأيه الأستاذ عبد الرحمن الجماز النقد الرياضي السعودي الكبير ورؤيته للأهلي ومدى تقديره لهذه المؤسسة اللي وصفها بالامبراطورية العملاقة وقال إن حتى القدرات الاقتصادية للنادي الأهلي وحجم البطولات للنادي الأهلي شيء يدعو فعلا للسعادة والفخر لكل عربي ده رأيي سعودي شقيق لكن كمان وإنت بتتفرج على برامج مصرية ما هو فيه إنجاز بدون ناس وراء هذا الإنجاز فيه عمل بيتحقق من غير ما يكون وراءه ناس فعلا وراء هذا الإنجاز بيتغيروا اللعيبة وبتتغير الأجهزة الفنية وبتتغير المسابقة وبتغير أي حاجة ويبقى الأهلي بطل ربما كان العمل المشترك الوحيد الإدارة والإدارة مش في أشخاصها الإدارة في أفكارها وفي سيستم العمل السابت أو شبه السابت في النادي الأهلي ده اللي بيقفل تحيي البطولات ده اللي بيخلي مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص على الإنجاز تلو الإنجاز بأرقام كنت أتمنى أن الوقت يتسع واستعرض مع حضراتكو ملامح هذا الإنجاز على الصعيد الرياضي والصعيد الإنشاوي والصعيد الكروي لكن تلاقي الناس يقولك خطيب لا الخطيب كلاعب أسطورة بس كإداري ويبدأ إيه؟ اعرف أن الكلام انتخابي أول ما تسمع الخطيب أسطورة والخطيب في الكرة حاجة كبيرة جدا توقع الجملة للمستخبية فبيسكتك الأول بكلمة خطيب أسطورة في كرة القدم بس الرجل اعتزل من 30 سنة حقق الإنجازات حقق البطولات حقق الأرقام إحنا دلوقتي بنتكلم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هذا الإداري اللي بيقود هذه المنظومة لأرقام غير طبيعية سواء من الناحية الإنشائية في كل فروع النادي اللي بينشع حمام في ناديه بيطلع يعمل هلليلة النادي الأهلي بيشتغل في أربع فروع كبيرة متكاملة متكاملة في تطوير كامل في كل البناء التحتية في الفروع منها الفرع الجديد في التجمع بيحقق أعلى ميزانية بيحقق بطولات رياضية في كل الألعاب الأهلي السنة دي خد كل الألعاب حتى في كرة السلة اللي اتحرم من الدورة الممتاز بتاعها خد الدرع العام رجال وسيدات احتكر الطائرة شفتوا في تنس الطاولة شفتوا في السباحة شفتوا في كرة القدم وسمعت الأرقام القياسية المبهرة والتي تدعو لفخر كل الأهلوية